ثم بعت يعني لخالد العمري ودكتوري شامل العمري وإبراهيم العمري ابن العمري وقعد معنا في ورفة مجلس إدارة النادي الأهلي وطرح الأفكار وقال أنا عايز أخذ رأيكو برضو معي وتشاركوني الرأي في الحقيقة طبعا ده ده حاجة جميلة جدا يعني فكرة التكريم في حد ذاته حاجة كبيرة والعمري ابن النادي العمري حتة من النادي على فكرة العمري في كل طوبة هتلاقي العمري فروق موجود في كل حتة في قلوب الناس حاجة جميلة جدا العمري العمري اقتلع زاكي جدا أنا بعتبره كده اقتلع زاكي جدا لأنه واضح أنه العمر اللي ادالي النادي وأعضاء النادي وجماعيين النادي وعشقه للكان ما كانش مجرد لا ده الرجل عمل أخرته الناس بتذكوره بكل طيب كل خير سبحان الله بيدعوله هو كل رجل محترم مش عشان أخويا بس يعني شخص العمري فروق أولا هو كان هديت ربنا لقل العمري والوالد ووالدته هديت من ربنا سبحانه تعالى لأنه هو أخلاقيهته كانت غريبة أولا هو صغير أنا أسف ما عليش هو صغير كان ما يزوقش حد ما يضربش أطفال وهو طفل ما يضهقناش ما يحولش هي كعب الطفل ما هو كان كان في حق طيب ثم بعد كده بقى لما دخل البحرية وكده ومشاء الله بقى أبطان كونت ملامح الشخصية و وبقت ركزة وكسور عنده جرأة بس بأدب ما يطلفظ لفظ خارج طبيعته كده أصلا جد جدا في العمل يعشق العمل تشار فترات طويلة جدا ما يملش حب يقرأ حب يذاكر كل دي سمات شخصية في العمري الحقيقة فهو كان هديت ربنا لينا اللي عايز يعرف العمري في الوقت عمها في المال في الفلوس حق أني جدا بشكل يعني صعب اللي هو حق الناس لازم يروح كذا خير جدا وما يعرفكش يعني الخير بيعمل خير بشكل كان غير طبيعي بس ما يعرفكش أنا بعمل إيه يعني هو أنت تعرف أنه بيعمل خير بس ما يتكلمش كتير ولا يحاول يبين أنه بيعمل حاجة زي كده بيحب الناس البسطاء قوي بيحب الخير للناس جدا بيفرح لفرحة الناس بيتأثر لألام الناس وأوجحها رغم أن الشخصية بان أنها يعني قوية وصارمة وجدة لإنما إنسانياته كتعالية جدا 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 لأبعد ما ممكن حد يتخيل عنده ميزة كمان غريبة جدا أنا أخو العمري الأكبر فتلاقي العمري في قراراته وصحب القرار في حاجات كتير لأنه بحكم أنه أنا راجل أستاذ في الجامعة وهو الحقيقة اللي ماسك الأعمال بتاعت العيلة وكده إلا أنه تلاقي في حاجات معينة لازم يرجع لأخوك كبير أنا أسف أن هذا يعني اتأثرت فيرجع لأخوك كبير احتراما لقيمة لأخ الكبير خدتنا لحضرتك ودي نقطة في غاية الأهمية يعني إيه ده أنا راجل كنت وزير ورجل لا لازم أرجع برضو أشور أخوية وأقدروا واحترموا ودي يعني نقطة في غاية الخطورة كمان العمري يعني ربنا أعلى شأنه إنما هو كان بيحب اللي يقوله يا عمري مش بيحب يقوله مع الوزير حاجة غريبة جدا تركيبة الشخصية كده لما حد يزعله يقول يعني أعدي وليه عند الله أنا أهم حاجة أنجز وكأنه كان حاسس أنه مفوودي يشتغل فترات كبيرة جدا في وقته صغير جدا ما تعرفش برضو هل هو كان حاسس أنه ماشي كان عنده حالة رضا غريبة أوه في فترة أخيرة في فترة أخيرة يعني كان بيجي أول طبعا طبيعة العملي بيخص أخوه خالد دايما كان يكلمني بالليل كل يوم لابد يبقى فيه مكلمة مبينة مبينة كل يوم ويتكلم معايا وفضفض معايا ويأخذ ودي وبيعتبر هشام مع أن هشام دكتور هشام أخوه الأصغر بفرق سانة واحدة بس بيعتبره ابنه مش بيعتبره بقى أخوه بيعتبره ابنه فهو الحقيقة قدى رسالة بزل جهد حب بلده جدا تحمل مسؤوليات في غاية الخطوة هو رجل المهم الصعبة بكل مقاييس لما حتى جي وزير يعني سبحان الله اشتغل وشقي وتعب وكان بيحب البلد حب جنوني ورجع النشاط الرياضي اللي كان صعب يرجع وكان أهمه الأرزاء بتاعت الناس والبيوت تتفتح وأن الحياة ترجع ترجع تاني والناس تشتغل وتلاقي فهو الحتة دي كانت البعد الاجتماعي عنده والبعد الانساني والاجتماعي حب بلده بجنون حب النادي الأهلي بجنون بشكل حياته والنادي الأهلي عمري توحد مع النادي الأهلي يعني العمري والنادي الأهلي يوم قالوا الناس قالت أنه هو في جدران النادي الأهلي هو توحد مع النادي الأهلي هو يعني رحمة الله علي فأنا بشكر جدا كابتن محمود والمجلس وطبع بشكر حضرتك قبل كل شيء إنما يعني فكرة كمان وجود تمثال العمري ده حاجة كبيرة قوي 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 لأن ده النادي الأهلي بيحطوا في مكانة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ترتقي لها مكانة عالية قوي 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 ربنا أرحمك يا عمري ويجعل مسواك الجنة ويبارك في سوريتك ويعني يقبل عملك ويجعله عمل صالح طيب وأنا بالنيابة عن أهله بشكر مجلس زارة النادي الأهلي وبقول أعضاء النادي الأهلي كلهم وجماهير النادي الأهلي العمري فاروق كان بيحبوكه جدا 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 لدرجة جنونية يمكن معبرش أو عبر بالعمل معبرش ممكن بالإفساح لكن أنا أستأذن أن أقولها بالنيابة